بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أعزائي طلبة الصف الحادي عشر أهلا ومرحبا بكم موضوع درسنا لهذا اليوم جوانب من حياة الأئمة الأربعة الجزء الأول فهيا بنا أحبتي أهداف الدرس يتوقع من الطالب أن يحقق الأهداف التالية أولا أن يعرف بالإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ثانيا أن يستنتج طريقة الإمام أبي حنيفة النعمان في التعليم ثالثا أن يوضح جوانب من حياة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أبنائي وكمدخل لموضوعنا اليوم تعالوا معي إلى التهيئة من الكتاب صفحة 130 ولنقرأ الحديث الشريف ثم نجيب عن السؤال الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ما دلالة الحديث الشريف هيا أيها الأبطال أسمعوني إجاباتكم أحسنتم دلالة الحديث هو الإشارة إلى أهمية طلب العلم ظهور الأئمة الأربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجع المسلمين في أمور دينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الصحابة رضوان الله عليهم هم المرجع للمسلمين بعد الصحابة برز التابعون وتابعيهم ومن بعدهم علماء كثيرون في شتى مجالات العلم الشرعي بعدها ظهر أعلام الفقهاء وكان من أبرزهم الأئمة الأربعات وهم الإمام أبو حنيفة النعمان الإمام مالك بن أنس الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا ومع أول أهدافنا لهذا اليوم وهو التعريف بالإمام الجليل أبي حنيفة النعمان وسنتعرف إليه إن شاء الله تعالى من حيث اسمه ونسبه مولده ونشأته طلبه للعلم وأخيرا وفاته أما اسمه ونسبه فهو النعمان بن ثابت الكوفي وأما مولده ونشأته فقد ولد في الكوفة سنة ثمانين للهجرة ونشأ في أسرة ميسورة الحال وكان أبوه يعمل في تجارة الثياب فساعد أباه وكان مجدا في عمله أما طلبه للعلم فقد لقيه الإمام الشعبي فأعجب بنشاطه وذكائه فنصحه بطلب العلم فأقبل عليه حفظ القرآن الكريم وهو صغير فصار يعمل ويتعلم أما وفاته رحمه الله تعالى فقد توفي في بغداد سنة ماءة وخمسين للهجرة وعمره سبعون سنة وحتى نغلق هدفنا أحبتي أطرح عليكم السؤال التالي عرف بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من حيث اسمه ونسبه أحسنتم والنعمان بن ثابت الكوفي وعن مولده ونشأته أحسنتم ولد في الكوفة سنة ثمانين للهجرة ونشأ في أسرة ميسورة الحال وكان أبوه يعمل في تجارة الثياب فساعد أباه في التجارة وكان مجدا في عمله وأما طلبه للعلم بارك الله فيكم لقيه الإمام الشعبي فأعجب بنشاطه فنصحه بطلب العلم فوقعت هذه الكلمة في قلبه فأقبل على طلب العلم حفظ القرآن الكريم وهو صغير فصار يعمل ويتعلم ومتى كانت وفاته أحبتي بارك الله فيكم توفي ببغداد سنة 150 للهجرة وعمره سبعون سنة أبنائي مع أن نشأة الإمام أبي حنيفة كانت في التجارة إلا أنه اتجه نحو العلم بلاء على نصيحة الإمام الشعبي رأى فيه الفطنة والنشاط فنصحه بالعلم فشغل به معظم وقته وأصبح لا يزور السوق إلا قليلا وكان ينيب غيره في أعمال السوق طلاب الأعزاء هيا بنا لنذهب إلى النشاط في الكتاب صفحة 132 كيف استطاع الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يوفق بين عمله في التجارة وطلب العلم أحسنتم أناب غيره على شؤون تجارته وما آثار العلم على التفوق التجاري جزاكم الله خيرا نماء التجارة وزيادة الربح أبنائي كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحب النقاش والحوار قام بالسؤال عن أنفع العلوم وأصلحها فاختار الفقه ولكن لماذا؟ أيها الأبطال أسمعوني إجاباتكم أحسنتم أيها الرائعون اختار الفقه من بين جميع العلوم لأنه أنسب إلى رغبته وقدرته تلقى العلم على عدد من كبار العلماء من أمثال حماد بن أبي سليمان وكذلك جعفر الصادق وأيضا نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا ومع النشاط في الكتاب صفحة 132 تعلمنا من اختيار أبي حنيفة رحمه الله تعالى للتخصصي أن لكل علم معايير لإقبال طالب العلم عليه فما هي هذه المعايير؟ أحسنتم أبنائي أولا الرغبة بالعلم وثانيا القدرة على تعلمه والإبداع فيه والآن مع ثاني أهدافنا لهذا اليوم وهي طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في التعليم ودعوني أطرح عليكم السؤال التالي كيف كانت طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تعليم تلاميذه؟ أحسنتم أبنائي في إجاباتكم إذن لقد كانت طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في التعليم أولا كان يطرح المسألة الفقهية على تلاميذه ثم بعدها يستمع إلى آرائهم جميعا بعد ذلك يناقش في جميع الآراء وأخيرا يخلص معهم إلى الرأي المعتمد ويأمرهم بتدوينه أيها الأبطال دعوني أطرح عليكم السؤال التالي بماذا تميز الفقه الحنفي؟ أحسنتم لقد تميز الفقه الحنفي بالفقه الافتراضي وهو افتراض حالة لم تقع وإيجاد الحلول لها فكان يتنبأ بما يمكن أن يقع من حوادث وحالات ويضع لها الحلول فترك لنا ثروة فقهية كبيرة سهلت على الناس أمور حياتهم فيما بعد فكان مما امتاز به الإمام أبي حنيفة اهتمامه البارز بالمستقبل والتخطيط له وحتى نتأكد بأننا قد ثبتنا المعلومات لديكم أطرح عليكم السؤال التالي بماذا تميز الفقه الحنفي؟ بارك الله فيكم إذن لقد تميز الفقه الحنفي بالفقه الافتراضي وهو افتراض حالة لم تقع وإيجاد حل لها فكان يتنبأ بما يمكن أن يقع من حوادث وحالات ويضع لها الحلول ومع ثالث أهدافنا اليوم تعريف بالإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى حيث سنتعرف إليه من خلال الجوانب التالية أولاً اسمه ونسبه ثانياً مولده ونشأته وكذلك طلبه للعلم وأخيراً وفاته أما اسمه ونسبه فهو الإمام مالك بن أنس الأصبحي وأما مولده ونشأته فقد ولد في المدينة المنورة سنة ثلاث وتسعين للهجرة نشأ في بيت علم فأبوه وأعمامه وجده كلهم من أصحاب العلم عاش في المدينة ولم يخرج منها إلا للحج وأما طلبه للعلم فقد تميز بقوة الحافظة والرغبة في تحصيل العلم والنبوغ فيه درس العلم على علماء أهل المدينة مثل الزهري ونافع وأما وفاته رحمه الله تعالى فقد توفي في المدينة المنورة سنة مائة وتسع وسبعين للهجرة وعمره ست وثمانون سنة وحتى نتأكد بأننا قد حققنا هدفنا أطرح عليكم السؤال التالي وضح الجوانب التالية من حياة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أولاً من حيث اسمه ونسبه نعم هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي وأما مولده أحسنتم ولد في المدينة المنورة سنة ثلاث وتسعين للهجرة ونشأ في بيت علم وعاش في المدينة ولم يخرج منها إلا للحج وأما طلبه للعلم أحسنتم تميز بقوة الحافظة والرغبة في تحصيل العلم والنبوغ فيه ودرس العلم على علماء أهل المدينة مثل الزهري ونافع وأما وفاته جزاكم الله خيراً لقد توفي في المدينة المنورة سنة ماء وتسع وسبعين للهجرة وعمره ست وثمانون سنة أبناء الأعزاء تعالوا معي إلى النشاط في الكتاب صفحة مائة وثلاث وثلاثين ولنبين دور الأسرة المسلمة في توجيه الأبناء نحو العلوم النافعة وأثرها على تطورهم ونبوغهم أسمعوني إجاباتكم جزاكم الله خيراً أحسنتم أولاً الإسهام في نجاحهم ثانياً تجعلهم أفراداً منتجين ثالثاً يحصلون على أعلى الدرجات طلاب الأعزاء ماذا عن أثر البيئة العلمية التي نشأ بها الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى على علمه كانت المدينة المنورة تعج بالعلماء من التابعين وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم منطلقاً للفقه والعلم والنور من خلال حلقات العلم وتواجد في المدينة المنورة نحو أربعين فقيهاً من كبار الفقهاء والأئمة الأعلام الإمام مالك وطلب علم الحديث توجه الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى طلب العلم بجد ونشاط انقطع بكل وقته للعلم والعلماء حتى قيل أنه روى عن تسعمائة شيخ أخذ عنهم العلم حتى صار إماماً أجازه بالإفتاء والتدريس كبار علماء المدينة المنورة رفض بداية أن يدون العلم ثم وجد أنه من المهم أن يحفظ علمه فكان كتابه الموطأ أيها الطلاب الرائعون هيا بنا لنتعرف إلى كتاب الموطأ في سطور هو من أهم المؤلفات في الحديث النبوي الشريف وكان اقتراح الخليفة المنصور على الإمام مالك أن يدون علمه في كتاب سمي الموطأ لسهولة فهمه على الناس وانتهى من كتابته في إحدى عشرة سنة وبلغ عدد أحاديثه ألفا وتسعمائة واثنين وأربعين حديثا وصلنا أبنائي إلى الخلاصة والتوجيهات قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المرجع للمسلمين في أمور دينهم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الصحابة رضوان الله عليهم مرجعاً للمسلمين وبرز من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم علماء كثيرون في شتى مجالات العلم الشرعي بعدها ظهر أعلام الفقهاء وكان من أبرزهم الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعاً كما عرفنا كذلك أبنائي بالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقلنا بأنه هو النعمان بن ثابت الكوفي ولد في الكوفة سنة ثمانين للهجرة ونشأ في أسرة الميسورة الحال وكان مجداً في عمله لقيه الإمام الشعبي فأعجب بنشاطه وذكائه وفطنته فنصحه بطلب العلم فأقبل عليه حفظ القرآن الكريم وهو صغير وتوفي في بغداد سنة ماءة وخمسين للهجرة وعمره سبعون عاماً بعد ذلك اختار الفقه من بين العلوم لأنه أنسب إلى رغبته وقدرته وأخذ العلم على عدد من كبار العلماء وتميز فقه الحنفية بالفقه الافتراضي مما أظهر اهتماماً بارزاً بالمستقبل كذلك عرفنا أبنائي بجوانب من حياة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقد ولد في المدينة المنورة وعاش فيها حيث نشأ في بيت ذا علم تميز الإمام مالك بقوة الحافظة والرغبة في تحصيل العلم ثم توجه الإمام مالك رحمه الله إلى تحصيل العلم في جد ونشاط وأخذ العلم عن كثير من العلماء ودون علمه في كتاب أسماه الموطأ وتوفي بالمدينة المنورة سنة 179 للهجرة وعمره 86 سنة أبنائي وهنا لا بد لنا من أن نقدم لكم مجموعة من التوجيهات والتي تهمنا في حياتنا وهي لا بد أن نقدر جهود علماء الأمة في العلم كذلك لا بد لنا من الاقتداء بهم والتأسي بمذاهبهم وصلنا إلى التقويم الختامي وهنا أطرح عليكم الأسئلة التالية أعرف بالإمام أبي حنيفة من حيث اسمه ونسبه طلبه للعلم أحسنتم إذن هو النعمان بن ثابت الكوفي لقيه الإمام الشعبي ونصحه بطلب العلم فأقبل عليه وحفظ القرآن الكريم وهو صغير فصار يعمل ويتعلم السؤال الثاني استنتج طريقة الإمام أبي حنيفة في التعليم أيّا أيها الأبطال جزاكم الله خيرا كان يطرح المسألة الفقهية على تلاميذه ثم يستمع إلى آرائهم جميعا عندما ينته من نقاشهم يخلص معهم إلى الرأي المعتمدي ويأمرهم بتدوينه وعما السؤال الثالث من أسئلة التقويم الختامي وضح الجوانب التالية من حياة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى من حيث اسمه ونسبه وكذلك طلبه للعلم أيّا أبيها الأبطال أسمعوني إجاباتكم أحسنتم إذن هو مالك بن أنس الأصبحي وأما طلبه للعلم فقد تميز بقوة الحافظة والرغبة في تحصيل العلم ودرس العلم على علماء أهل المدينة مثل الزهري ونافع أخيرا أبناء الطلاب هكذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من درس جوانب من حياة الأئمة الأربعة الشكر موصول لكم لحسن الاستماع ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا